السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنتكلم على الدرماتيتس والدرماتيتس احد الاسكين ليجون المهمة جدا 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 وبتقابلنا في الفلد يعني تقريبا بصفة مستمرة الدرماتيتس كلنا عارفينه هو acute or chronic inflammation of the epidermis and dermis involving the blood vessels and lymphatics الحاجات اللي موجودة في الصابك تيناستيشو كمان ممكن تكون موجودة او متضمنة متضمنة في الدرماتيتس الطيب على حسب الكوز يعني ايه؟ يعني لو الكوز بكتيريال يبقى هنا هنقول عليها بكتيريال دلماتيتس وهناخد امثل عليها بعد شوية الاكتينو ميكوزيس استفيلو كوكس اللي هو الدرماتوفلاس بيديز في الشيب فيرال درماتيتس زي البوكس او البوكس ده يعني يحتبر من اشهر امراض واللمب سكين ديزيز برضو من اشهر الامراض فانجال درماتيتس يعني في الهورس ده هو احد الفانجال ديزيز اللي بتعمل ليجون في السكين فبتعمل برضو بتعمل درماتيتس بنسموها فانجال درماتيتس متازون درماتيتس طبعا اشهرها المينج اللي هو الجرب الكويتينواس مايسيز اللي هو بتسببه البلو فلايز والسكرو وورم فلايز بتعمل مايسيس في السكين او بتعمل فلاميشا في السكين بنقول عليه الفيزيكال درماتيتس يعني مثلا اكسسي في هيت سخنية شديدة مية سخنة مية بردة شديدة جدا زي التالي صم بيرنز حروق الشمس الفوتيسنسيزيزيزيزيزيزا نقول عليها فيزيكال درماتيتس كيميكال درماتيتس التعرض لكيميكال سبستانس يعني عندك مثلا اللي هو لو عندك موتور اويل في بعض الاحيان في انواع او عندك مثلا مية النار اللي هي الهيتيوتو اسوفور او البويزين ارسينيك اورالي لما بتاخده اورالي بيعمل درماتيتس الليرجيك درماتيتس درماتيتس ديوتو نوتريشنال ديفشانسي خاصة الفيتامين بي كون بليكسو ربما بتام نوع من انواع الدرماتايتس دي كلها اشكال اللي هناخد طبعا الفوتو سنستو درماتايتس الاتيولوجي بتاع العموما زي الحاجات اللي احنا قلنا عليها رينج وورم كيميكال ارزينج بويزنينج مينج كل ديت اشكال وحاجات اللي احنا قلنا عليها تعتبر بتعمل درماتايتس الباثجينيسس بقى في البداية ببقى فيه انفلاميشن في الدرمس والدرمس مع فازو ديلاتيشن للبلاد فيزيلز والليمفاتيكس اللي في المنطقة تي طيب حظو الفازو ديلاتيشن وانفلاميشن بدأ يظهر ريثيمة في المنطقة تي يظهر ريثيمة في المنطقة تي وبعد كده بيحصل accessory damage وليكروزز من المنطقة تكبر بي حاطات passou لاحظ ما اننا قلت ريثيمة هنا والريثيمة هنا تعتبر احنا باخده الكل高 كأحد بتعتبر بداية لمعظم نتيجة بتاع البلد فيزلز اللي بيحصل في منطقة الاسكن طبعا بتبقى في البداية ثم بعد ذلك يحصل 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 كل ديت في تمام برضو من ضمن الدرماتايتز بعد كده لو دخلت في الاسكن بيزيد في السيكنيس وبينشف في المنطقة ديت وبيحصل في السيكنيس بتاع السكن وبتبقى كرونيك درماتايتز في البداية زي انا ما قلت من شواب تكون في ريثيما بيكون الاسكن في المنطقة ديت وورم في بداية خالص تمام طبعا على حسب السيفيريتي وعلى حسب بتظهر بقية الاعراب قد يكون في في المنطقة ديت او يعني راشحة خفيف مع بعض طبعا في ايديما في السكين وفي السبكوتينيس تيشو في السيفير كيسيس ايديما بعد كده ممكن يحصل يحصل ده في الاخر خالص او قد يحصل بقى ان الامور تتطور ويحصل نيكروزيس وجنجارين للأفكتد اريا نيكروزيس وجنجارين للأفكتد اريا وده طبعا لو الامور شديدة طبعا الانفكشن قد يحصل سبريد للانفكشن للسبكوتينيس تيشو ويحصل في الجمونس ليجون او سيليولايتس ومعنى في الجمونس ليجون ان الليجين بقى يصبح ليجون صديدي او ويصبح في صديد ويصبح عميق في الحجم بتاعه وتصبح في انفليميشن شديد في المنطقة ديت تمام في يحصل بعد كده ممكن يبقى موجود طبعا الدرماتيتس ممكن تبقى سيفير كيس وبالتالي هتلاقي سيستيميك راكشن سيستيميك راكشن لو اكستنسيف اريا من في الموضوع تمام ممكن يحصل مع بريفرال سيركولاتي رفير برضو لو الحالة شديدة توقسيميا طبعا لو حصل ابزوربشن لي اتيشو برضو ممكن تحصل توقسيميا أو سبتسيميا لو البكتيريا والتوقسين دخلت البلد اذا في سيستيميك راكشن في توقسيميا في سبتسيميا في شوك وفي سيركولاتي رفير الحاجات بتحصل كتير جدا في الحرية يعني حيوان لو حصلوا حر وحرق شديد من ضمن الحاجات اللي بتحصل ببقى في ربso سيفير سيستيميك راكشن لاتيجة اهrawdę هنا تمام وقد تصل لحد زي ما قلت التوكسيميا والسيبتيسيميا في المايكرو ارجانزم اللي هو موجود من ضمن الحاجات المهمة بقى او 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 تركز عليها هي الديجيتال والانتر ديجيتال درماتايتس الديجيتال والانتر ديجيتال درماتايتس والاتنين يعتبروا امتداد لبعض ديجيتال انتر ديجيتال درماتايتس ايه اللي بيحصل يا طبعا كنتيجواس يتسبب فيها مايكرو ارجانزم كنتيجواس كونديشن يتسبب فيها مايكرو ارجانزم وبيحصل هنا الروجان والسريشن للسكن في منطقة البالبز او زهيل وهو الريكسورد دلوقتي للبالبز ومنطقة الديجيتس والانتر ديجيتال سبيس والكوروناري باند بتاعت المنطقة دي فميبقى فيه يبقى هي هايلي كونتيجواس الروجو في سكن انفكشن والبالبز او زهيل and between the digits and inter digital space and associated زكروناري باند طبعا مور بريفيلانت في نتيجة البور هيجين يعني مسلا المزرعة لو صاحبها ههملها شوية والحوانات بقى فيه روس كتير في الارضية وكلام من ده فبتبقى الظروف ديت او الديجيتال درماتايتس بتنتشر وسط الحوانات وبتبقى كنتيجواسي فاي مور بريفيلانت وطبعا بتؤدي الى ليمنيس and low milk production يعني ديت ديجيتال درماتايتس بص كده ادي اليجين زي ما انت شايف هنا برضو ديجيتال درماتايتس شايفين الانفلاميشن هنا ديجيتال درماتايتس بي فيه الروجان واالسرائشن في منطقة الكوروناري باند ومنطقة البالبز او زهيل و الانتر ديجيتال سبيس برضو ديت اشكال للديجيتال درماتايتس اشكال الهي للديجيتال درماتيتس. تمام? الاهم بكتيريا بتبقى او بتبقى متسببة في حدوث الديجيتال درماتيتس. طبعا قد يكون اسوشيتت ببعض البكتيريا التانية. ولكن هي المالي افكتد بكتيريا هي او هي السبايروكيتس مع نتيجة الكونتاكت مع اللي هو الطين والروس والحاجات دي. شايفين البارة? لما بتبقى طبعا اللي هي مربوطة في حاجة في صرف زي كده. بتبقى عرضة لحدوث الديجيتال انتر ديجيتال درماتيتس. يعني زي ما قلت لك بص هنا ما بين الديجيتس وبعضها. طبعا برضو من ضمن الحاجات اللي بتسببها احيانا الاف امي دي بيعمل انتر ديجيتال درماتيتس نتيجة الانفكشن بيعمل ليمنز بيعمل في الديجيتال والانتر ديجيتال درماتيتس. عليكم ازاي? طبعا الانتر ديجيتال درماتايتس احريكها عن طريق ثرو واشنج والبراش اغسلها ببراش الانتر ديجيتال والديجيتال درماتايتس اغسل انضف المكان كويس او اغسل رجل كويس اعمل لو هو اللي جمع موجود فيه الرجل ما بين الانتر ديجيتال اسبيس اعمل فوت باث بيحتوى على فرمالين 5% او كابر سالفيد 5% بعمل الجلسة ديت مرة كل اسبوع لمدة اربع اسبيع بعمل حمام مائي بيعتبر الاحسن كمان واللي بيجيب نتيجة جويسة هو الكابر اه سالفيد بتركيز 5% تمام طبعا ممكن ادي لو كان ببعض طبعا لو كبير شوية ممكن يبقى مكلف ولكن في صورة بيبقى مهم جدا في الظروف اللي زاديت وبيجيب نتيجة يعني عندنا منتج اسمه ده اكسي جي سبيري ده اكسي تراسيكليم مع جنتيان فيلوت بيبقى في صورة سبري كده بالرش مبين في الانتر دج passo او الليجن لو في حالة الديجتال درماتيتس بيجيب نتيجة كثيره جدا في بعد كده الليجن ثاني بيحصل من النوع من النوع naturة مهمراجشك درماتيتس فييرميناس فيمراجيك ديرماتاتيس فيمراجيك ديرماتيس يتسبب فيها استفينوفلاريا اسمينسيس او يسموها الاستفينيوع ال41 درماتيس على حسب الكوستفاف ايجنت او يسموه هامبسور يسموه هامبسور بنتيجه أفكشن بالاستفينوفلاريا السمينسيس وبينقلها الفلايس Brittido Fund Story تمام بوب دي تجدد يدد بعد ايضاية هاهمريج او بيحصلها الستراتيجة تمام وبيبقى فيه ايريتينت درمايتز في الظروف الازهديات بتبقى موجودة في منطقة الرقبة ومنطقة الرجل دي بنسموه فيرميناس هاهموراجق درمايتز او سافينافلاريال درمايتز او الاسم الشهر بتاعها اسمه حمب صور يعني ادي لاجه هناو ده بنسموه فيرميناس درمايتز او فيرمنس همراجيك درماتايتس. تمام? بيعمل كوتينيس همراجيك نيديول في الصاب كوتينيس تيشو وفي الانتر ماسكولار كونيكتيف تيشو. بسموه هامبسور او استفيلو فلاريال درماتايتس. طبعا اي افريكشن في السكين بتؤدي الى ديكريس في الميكو بروداكشن وديكريس في الوركين كابستي والهايد بالدامج. طبعا بيدمر السكين وديكريس في الميكو بروداكشن زي ما قلنا بيقدي الى عمومة الخسائر الاقتصادية كبيرة جدا. التريتمنت بتاع الاستفيلو فلاريال درماتايتس هو الايفر مكتين. بمجرد ما تدي جرعة او اثنين من الايفر مكتين بتلاقي نتايج كويسة جدا من الديب السابكات انجيكشن سنطي للخمسين كامل. في استروباري فوتروت حاجة مرضو مشهورة جدا خاصة في الشيبو جوت بنسموه استروباري فوتروت استروباري فوتروت او بسموه اولا الميكرواتيجان الماسؤول عنه هو درماتوف لاسυχد Santos درماتو فلاس فيديز ده الميكرواتيجان معاده دلفاز مص jago بيبقى في وارت لايك السكيبز عن زيك تلاقي حتة عالية في الجلد كده ya او بمغطية بسكيبز او بكشوء تمام بتبقى موجودة من عند الكورنط لحد الني او الهوك جوينت على حسب الرجل الامامية او الخلفي. يبقى بتبقى من عندي الكورنت لحد الني او الهوك جوينت تجد وارت لايك اسكيبز اسهل من 3 او 5 سنتي مو تغطية على النيك او الهوك جوينت. الني او الهوك جوينت. لو انت شلت الاسكيبز ديت هتلاقي فليشي ماس يعني شبه الفليشي ستروبري عشان كده بسموه ستروبري فوتروت حاملة زي الفراولة فليشي ماس كده وفي بليدنج في المنطقة ديت بتبقى شبه الفراولة ده بنسموه ستروبري فوتروت الله الصورة دي حيوة او بص كده على الصورة في النص دي كده هتلاقي هنا اوارت لايك اسكيب زي ما قلنا اوارت لايك اسكيب بمجرد ما بتشير اسكيب تلاقي بص هنا على الجنب اليمين ده برضو نفس الكلام بتبقى شبه الفراولة عشان كده بنسموه ستروبري فوتروت من عند منطقة الكورنت لحد منطقة الني او الهوك جوين برضو نفس الكلام ده الكمبينيشن ما بين الورف وما بين الدرماتوفلس كونجلينسيس درماتوفلس كونجلينسيس او درماتوفلس بيديس ده بتعمل استروبري فوتروت في الشيب وفي الجود في بقى من ضمن الحاجات المشهورة اوي هي الالرجيك درماتيتس في الكات والالرجيك عشان تبقى انت بس معي الالرجيك درماتيتس في الكات وانا بشرح لك دلوقتي هتحس ان انا كمام شبه الاكزيما عشان كده احنا قلنا واحنا بنتكلم عن الاكزيما اتس ديفيكالتو دفرانشيات مبتوين درماتيتس انت اكزيما الرجيك درماتيتس في الكات بتبقى نتيجة تعرض الحيوان او تعرض القطة لالرجيك ممكن على فكرة تحصل في الكات وفي الدوج يعني بتحصل في الاتنين تمام بتاعتها ممكن نتيجة الفليب بايت البراغيت اللي بتبقى موجودة في الجسم يا ده بتعمل مشكلة كبيرة جدا فود الالرجي انهاليد الالرجين ابزوربشن اف اف الرجين سروزا سكن برضه مادة عموما يبقى الالرجين هو كلمة السرب سواء كان بقى بالبايت فلاي او الفود الالرجي او الانهاليشن او الابزوربشن عن طريق الاسكن هو ده الكومنكوزيس بتاعتنا طب الليس كومنكوزيس بتاعتنا ايه ممكن بقى اخد تحون او حصل دراج ري اكشن هورمون الالرجي الالرجي تومايتس بعض الحيوانات دي بقى فيها جرب كده فبيحصل الالرجي انتستاين الورم بعض ادي دام في المعدة التك الاراض الكنتاكت الالرجي ديتو توبيكال تريتمينت بعض الادوية او العلاجات اللي بنحطها موضوع ممكن تعمل الالرجي المنظفات بتاعت الارضية حمال ما بيجي اتعرض للمنظفات دي وتبقى الارضية بيضمي الحساسية وتبقى واضحة على الحيوان الاسكيلي اريا بدأت تظهر في الجلد. بعض المنطقة الاسكيلي بدأت تظهر على الجلد. وكراستس وبعد الفيزيكلز برضو بدأت تظهر في المنطقة ديت. وبعد كده بيحصل يعني بمعنى اصح انفلاميشن بيدمر او بيعمل في المنطقة ديت. بيبقى واضح جدا. لما نجي نشوف مثلا الصورة العليمة بتاعت القطة ديت. بص بقى ديت. لو تلاحظ تلاحظ في الوبيشيا. تلاحظ في الارثيما. تلاحظ في اسكيب فورميشن. تلاحظ في برضو هنا دي في البداية في بداية الارثيما في دوك. تمام. دي برضو حالة من الارثيما في كاتا هي. تبص يعمل ازاي? طبعا في برضو. دي الارثيما في دوك. نتيجة البطن إستخدام لسيدر شببه سيدر شببه الفرشة الوشة الروز احتكاك في منطقة البطن يحدث بالليرجيك درماتيتس في المنطقة في إريثيمة في المنطقة الصورة على اليمين فيruكات وقرونجيك درماتيتس الصورة درماتايتس في الرجل بتاع الحوال. قفقتها بتكون فيها ثيكنينج وفيشار في الباو فيدس. برضو ديت العلمين ديت كل ديت فورم من الدرماتايتس. العلمين دي داركي او دارك واكس ادهيرانت ديبريس دارك واكس ادهيرانت ديبريس ماتس زافيشي هالهير بيخلي المنطية العين بتحت الشعر يلزق في بعضه وينام كده يبقى زي السجادة كده. برضو نفس الكلام الصورة اللي على الشمال في ديبريس موجود والوبيشيا نتيجة الدرماتايتس. اه دي برضو صورة من الانواع يعني نتيجة مع بعض في المنطقة ديه منطقة النك في الدج بيحصل طبعا الهير بيحصل ماتنج يعني ماتنج زي بيبقى يعني بيبقى يلزف بعضه كده مع عمل زي السجادة. برضو ديت في لين كاوبوكس بص كده ديت في لين بوكس فيروس الكرينيكا الباثولوجي عشان اشوف لو في بارزايت اعمل سواب اعمل سينستيف تيست اعمل السكين بايوبسي. اه طبعا لو انا عملت هنا ممكن الاقي الايزينو فيه لو في حالة في الهيستولوجي موجود بقى تبقى فيه الايزينو فيه الاستبقى عالية. الميكوتك درماتايتس اعزي السكين من امور ديب لييرز بتاعتي الليجون. الدياجونس صبعا زي نحن ما قلنا من شوية. الديفرينشال الدياجونوس مع الايزينو بيكون صعب. التريطة بتاع الدرماتايتس عموما بقى بتعمل او اعمل 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 للضيط او اعمل اعمل سيوتوبل انتبيوتك اه اه فور بكتيريال اجنت اكوردن كتو سنستيفتي تيست الانتبيوتك اللي اعمله سنستيفتي بقى لو اختاره على اساس السنستيفتي اعمل منه توبكال ابليكيشن واعمل منه سيستيميك انجيكشن طبعا انجيكشن للكورتيكوسترويد بيساعد في الهيلنج ادي انتستامينك للحيوان وزي ما قلنا الافيل انبوليسابينكورة او الهيستاكورة او الالرجين ادي اناسيتوك في بيساعد في ان يعالج البين او الاتشن ولو في شوك موجودة لو عندك شوك اعمل في الويد ثرابي في الظروف الازدي طبعا لوكال ابليكيشن لأسترينجنت باودرز او لوشنز في الوبنج استيج او الجريزي او انتمنت في الاسكيب استيج يعني الوبنج استيج المنطقة اللي بيبقى فيها الليجن بيبقى اه رطب اعمل باودر او لوشن اما في منطقة اللي بيبقى فيه قشور اعمل اوينت منتلي الليجن في الوبنج استيج مسلا ممكن اعمل استرينجنت لوشن زي او بودر زي التنك اسيد خمسة بارت سلسيك اسيد خمسة بارت اي لكم حوال سبان فالمية لحد ميت بارت في الدراي سكيل او الكراست استيج او السكيب استيج ده ما قلنا ادي اوينت منت في صورة اكتمول عشرة بارت سلسيك اسيد خمسة بارت زينك اوكسايد ميتين وخمسين بارت دي تركيبات طبعا في تركيبات جاهزة في الفلد عندنا احنا بنلجأ لها مرة احدى ولكن الحاجات ديات هم ركبوها اصلا وجاهزوا هنه بره في صور عديدة تمام اعمل طبعا لو في عند فيرل اعمل الانفكتد اعمل شد بي ايزوليتد وبعد من بتاعته ادي بروتين دايت او ادي دايت هاي ان بروتين سالفر امانيون اسيد سحديدا يعني عشان الفاسيليتات بتاعت السكين ريبيل طيب في النهاية طبعا اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة